هذه سائلة تقول بأني أم وكنت متهاونة في الصلاة وأتركها لمدة أيام والحمد لله توبت إلى الله عز وجل وابتعت عن المعاصي ماذا يلزمني لتكون توبتي صحيحة؟ أيضا من الأسئلة التي وصلتنا سائلة تسأل عندي ذهب ولم ألبسه منذ سنتين وبلغ النصاب هل يجب فيه زكاة؟ الإجابة على السؤال الأول أنها أم متهاونة في الصلاة هذه الأم أو المرأة متهاونة في الصلاة فعلى كل حال يكونها متهاونة في الصلاة فيما مضى لا شك أن من كان يصلي بعض الأوقات ويترك الأوقات الأخرى أو كان لا يصلي على كل حال من ترك الصلاة فقد كبر ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله من عليها بالهداية والندم على ما مضى فلا يلزمها فيما مضى شيء يعني كفارة ولا قضى وإنما يلزمها التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة والتوبة النصوح هو أن تجتمل توبتها على ثلاثة أمور الأمر الأول أن ندم على ما كان منها من التهاون في الصلاة وترك بعض الأوقات والصلاة في بعض الأوقات ونحب ذلك وهذه في الواقع على كل حال متى تركت فارضا من الزكاة عمدا عدوانا فعلى كل حال في تخرج بذلك من ملة الإسلام حسب ما قال بذلك مجموعة من أهل العلم هذه ناحية والشرط الثاني هو أن ندم على ما كان أول ما نترك المعصية أن ندم على فعلها العزم على عدم العودة لذلك وتكثر من الاستغفار ومن على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يثبت قلبها بالإيمان وجوارحها بالعمل الصالح والله المستهدف